بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك إن شاء الله على كل العالم وبالخصوص الأمة الإسلامية وبالأخص عراقنا الحبيب وبالأخص الأخص البصرة العزيزة أريد أن نوه اليوم إلى موضوع مهم هو موضوع توزيع قطع الأراضي كثير من الشرائح اللي استلمت قطع أراضي وليس منة منها كحكومة محلية بل هذا واجبنا واستحقاقات شعبنا واستحقاقات محافظتنا كثير من الشرائح لم تستلم حتى يكون واضح ياكم لأنه نصطدم بإجراءات قد تأخر عملية التسليم اليوم أريد أن نوه إلى شريحتين مهمة أنه شريحة الصحة وشريحة التربية التربية بما تحمل من مدرسين ومعلمين وكوادر يعني تخص التربية يعني موظفي التربية بعض من كوادر الصحة استلموا في قضاء الزبير في ناحيةهم قصر في ناحية الصفوان وقسم منهم قليل قد أقول استلموا في شط العرب لكن خصصت أرض كبيرة لكوادر الصحة في قضاء شط العرب الآن نعمل على إجراءات الإفراز البعض يصور عندما تخصص الأرض أنه بإمكان إفرازها في ليلة وضحاها هذا الموضوع يتأخر بإمكانكم أن تسألون الأخوة اللي قبلكم كم أخذت من الوقت حتى قدرنا أن نكمل الإفرازات ونصل إلى يوم القرعة وقبل القرعة أيضا تاخذ فترة كبيرة من أجل أنه نعمل على الإجراءات اللي ممكن هذه الإجراءات لمثل عدم الاستفادة والآخري حتى نصل إلى يوم القرعة بحيث أنه نستطيع أن نثبت الأراضي لمستحقها الجانب الآخر الأخوة في التربية أيضا الأخوة في التربية قسم منهم استلموا أراضي في أماكن متفرق حتى تكون أهالي شط العرب استلموا لأخوة في قضاء العفن في ناحية النشوة أيضا استلموا قسم من أهالي صفوان وام قصر أيضا استلموا أراضي إن شاء الله عندنا بعد ناحية السيبة بأراضي جاهزة للتوزيع وقضاء أبو الخصيب أيضا يوجد أراضي حتى وإن كانت قليلة لكن المساحة الأكبر خصصت للتربية في الطوبة والنخيلة البعض ما يفهم هذه الإجراءات اللي راح تصير هذه المساحة كانت غير مخصصة للسكن كانت استعمالاتها استعمالات أخرى الآن نعمل مع الأخوة في تخطيط المدن وبلدية الباصرة نعم التخطيط والبلدية لتحويل صنف الأرض إلى أن تكون هذه الأرض مخصص للسكن لكي نمضي بإجراء الإفرازات وتخصصها لهذه الكوادر التعليمية فالرجاء أنه كثير من اللغط وكثير من الحديث ومع الأسف أنه كثير من عدن ما يستوضح الحقيقة مثل ما هي ويبدأ يصرح من كيفه ويبدأ هو يكون المنظر والمؤثر على كثير من هذه الشرائح المهمة فأرجو أنه الأخوة في كل الدوائر وكل الشرائح المشمولة نحن وصلنا أنه في هذه الوجبة الأخيرة اللي وزعنا 7500 قطعة يعني أكثر من 7500 لمستحقية قسم من عدهم عقود أكمل وخمس سنوات من عقودهم فكيف أنه الناس اللي هما على الملاك الدائم سوف تكمل كل هذه الإجراءات وتوزع لمستحقية شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله أنه العيد القادم عيد مبارك وسعيد على كل العالم